بعد مرور 30 يوماً على ضبط المتهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني بالكويت أصدر القضاء الكويتي أمراً يقضي باستمرار حبس أربعة متهمين بعد إحالتهم من النيابة العامة ورفض طلبات إخلاء سبيلهم وشارت صحيفة القبس الكويتية إلى أن تجديد حبس المتهمين الأربعة يأتي بعد عرضهم لأول مرة حيث سبق أن تم تجديد حبس 12 متهماً آخرين من المتوقع حالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت خمسة أشخاص جدد فيها القضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً فيما تستمر التحقيقات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة إلا أن أعداد المتهمين تزداد ومن الممكن دخول أسماء جديدة